النهاردة وزارة الداخلية بقى احبطت واحد من مئات المخططات الاخوانية لازلام البلد وتفجيره وتدميره فكانوا النهاردة كانوا عايزين يفجروا ابراج الضغط العالي فمحطة كارابة الهرم الجيزة وتم ضبط نركز بقى مع بعض كل من كريم عادل تصوره طالب في كلية الهندسة والكارسة بقى جامعة لازر يعني مفروض ده يتبنى يبقى مهندس فاذا بيطلع بتاع بخور ومن جامعة الازهر يعني ما تعلمكش حاجة عن انه اما تضلم الدنيا على الناس مش ممكن اطلاقا لا يبقى من العلم ولا يبقى من الدين الكارسة انه معها واحد اسمه محمد صروت صيدلي انا معرفش دماغه دي فيها ايه كانوا بيقوموا بزرع اربع ابوات نسفة تحت برج كارابة الضغط العالي في محطة كارابة الهرم وطبعا تم تمشيط المنطقة فعصروا خمس ابوات جاهزة لتفجير اخرى لما نبص على مناظرهم دول يعني مش مجرمين محترفين لحسن بعض الناس يقولك هتوقف المسألة دي ايه طب لو نجحوا في انهم يعملوا ده تصوروا كانت تضلم مناطق ايه بقى الهرم وفيصل وبنمرس والحوامدية ومانيا الشيحة ومركز ومدينة انبابة شوفوا المنطقة دي كلها المجرمين دول دول معدوم الضمير معدوم العقل ما فيش عندهم لا انسانية ولا دين ولا علم يعني رايحين يعملوا عملية زي دي عشان يضلموا الدنيا على ملايين البشر فيفرحوا هم ومعزولهم وكل قادة الشر بتوعهم سواء اللي في السجون او اللي عاديين بيأكلوا باتيه وكرواسه وبيقبضوا عشرات او مئات الالاف من الدولارات برة دول بقى بيدفعوا اعمارهم تمن لده مقابل يدمروا بلدهم فطبعا ان شاء الله ياخدوا جزائهم دي من نتكلم عن انجازات الحكومة بتحاول تحققها في الوقت نفسه بتحصل الاغتيالات الخسيسة على يد الغدارين والخوانة